موسيقى مرحبا بكم أعزائي قناة فلسفة إليس ترحبوا بكم وتتمنى لكم مشاهدة ممتعة فيديو اليوم فيديو تعليمي هو عبارة عن شرح الدرس الأول في الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة السنة الثالثة الذي يتمثل في الإحساس والإدراك كما تعلمون أعزائي لقد شرحت محتوى البرنامج في الفيديو السابق ولهذا أدعو كل الذين لم يشاهدوا الفيديو أن يشاهدوه لكي يعرفوا محتوى البرنامج ويستوعب عما أتحدث إذن أعزائي كما قلت لكم في المشكلات الإحساس والإدراك هناك ثلاث مشكلات وهي طبيعة الإدراك أو مصدر المعرفة وعوامل الإدراك وعلاقة الإحساس بالإدراك نحن اليوم أكيد سوف نتحدث عن المشكلة الأولى التي تسمى طبيعة الإدراك أو مصدر المعرفة يعني طبيعة الإدراك أو مصدر المعرفة يعني نفس الشيء ثم سوف نتحدث في الفيديوهات التي تأتي فيما بعد عن عوامل الإدراك وعن علاقة الإحساس بالإدراك إذن أعزائي أكيد قبل أن نشرع في تحليل هذه المشكلة لابد لنا من ضبط المفاهيم يعني يجب أن نعرف ماذا نقصد بالإحساس وماذا نقصد بالإدراك نقصد بالإحساس بأنه عملية فيزيولوجية بسيطة أولية تتمثل في تأثر أحد أعضاء الحس بمنابهات خارجية ما معنى هذا؟ أولا عملية فيزيولوجية لأنه عملية عضوية يعني يتم بفضل الحواس الخمسة يعني الإحساس ينتج بفضل تأثر حواسنا الخمسة بمنابهات خارجية لهذا يلقى يعني بعملية فيزيولوجية فيزيولوجية يعني عضوية يعني عملية مرتبطة بالأعضاء وأكيد بما أنه مرتبط بأعضاء الحس يعني أنه عملية فيزيولوجية وأيضا لماذا بسيطة؟ لأنها تحدث مباشرة يعني الإحساس يحدث مباشرة بمجرد أن يكون هناك منبه وتتأثر به أحد أعضاء الحس سوف يكون هناك استجابة يعني لا يحتاج إلى وسائط أبدا فمثلا حينما نسمع ضجيجا ما هنا حدث إحساس وهذا إحساس حدث بحاسة السمع يعني حينما تأثرت أذننا بذلك الضجيج أحدث لنا إحساس الآن سننتقل إلى ضبط مفهوم الإدراك الإدراك عملية عقلية معقدة تتمثل في تفسير وتأويل الإحساسات وإعطائها معنا وكما يعرفه لالاند هو الفعل الذي ينظم به الفرد إحساساته الحاضرة ويفسيرها ثم يكملها بصورة وذكريات جيد أعزائي الآن سوف نشرح هذا المفهوم لماذا يعتبر عملية معقدة؟ لأن الإدراك يا أعزائي يحتاج إلى عمليات أخرى لكي يحدث يحتاج إلى التخيل يحتاج إلى الذاكرة يحتاج إلى الانتباه يحتاج إلى التركيز يعني يحتاج إلى عمليات عقلية عولية أخرى يعني الإدراك ليس بسيط الإدراك لا يحدث هكذا فقط لكي نستوعب ونكتسب أفكار لا بد أن تكون هناك عمليات عقلية كالتخيل والتذكر والانتباه والتركيز إلى آخره يعني هذه العملية تتمثل في تأويل وتفسير تلك الإحساسات وإعطائها معنا يعني حينما حواسينا تعطي لنا إحساسات هذه الإحساسات تكون لا معنى لها حتى يتدخل العقل ويترجم لنا تلك الإحساسات لكي تتوضح لنا فكرة فمثلا حينما تتأثر أذهاننا أي حاسة السمع بمنبه خارجي وهو الضجيج فهذه الحاسة لا معنى لها إن لم يتدخل العقل ليفسيرها فحينما ندرك نوع ذلك الصوت هل هو صوت إنسان هل هو صوت حيوان ونحدده ونحكم عليه هنا حدث الإدراك يعني إذا لم نحكم وإذا لم نضبط ولم تتكون لدينا أي فكرة يعني أنه لم يحدث إدراك الآن أعزائي سوف ننتقل إلى طرح المشكلة مشكلتنا أعزائي هي هل مصدر المعرفة هو العقل أم التجربة هل طبيعة الإدراك حسية أم عقلية هل إدراك عقلي أم حسي هل نتكيف بعالا من الخارج بالإحساس أي الحواس أم نتكيف بعالا من الخارج بالإدراك بين القوسين أي العقل هذه كلها نفس المشكلات تندرج ضمن طبيعة الإدراك أو مصدر المعرفة أكيد الجدال وقع بين الفلاسفة أكيد وقع حول طبيعة الإدراك فهناك من يدرجه ضمن العمليات الحسية أي يعتبره حسي وإذ يرون بأن المعرفة مصدرها الحواس لكن في حين هناك من يعتقد بأن الإدراك عملية عقلية فمصدر المعرفة هو العقل فنتكيف بعالمنا الخارج بفضل الإدراك أكيد هنا سنحلل هذه المشكلة أعزائي إذن أعزائي القضية الأولى الإدراك حكم عقلي أي أن العقل هو مصدر المعرفة إلى العقل فلولا وجود العقل لما عرفنا أي شيء حسب هذه النزعة إذن لنبدأ على بركة الله سوف نستعرض حجج النزعة العقلية ولكي نعرف كيف أثبتت بأن الإدراك حكم عقلي وليس حسي سوف نبدأ مع أفلاطون يرى أفلاطون بأن المعرفة عقلية موجودة في عالم المثل فهي عبارة عن تأمل عقلي وتذكر ولهذا يقول المعرفة تذكر والجهل نسيان هذه الحجة تستدعي من الشرح أعزائي لماذا؟ أكيد يجب أن تعرفوا ماذا يقصد أفلاطون بعالم المثل أفلاطون عنده نظرية وهي قسم العالم إلى قسمين عالم مادي ملموس ومحسوس هو عالم مزيف عالم الأشبح والأضلال لا شيء فيه صحيح وعالم المثل هو عالم حقيقي عالم الثبت والمطلقية المطلق يعني نهائي لا شيء يتغير فيه وأكيد المعرفة عنده موجودة في هذا العالم أي عالم المثل وأكيد الإنسان عنده كان يعيش في عالم المثل حينما كان يعيش هناك كان يعرف كل المعارف ولكنه لسوء حظه لم يعيش هناك لمدة طاولة فقد عاد إلى العالم المادي المحسوس كونه مرى بنهر النسيان ونسي كل معارف التي تعلمها في عالم المثل والآن ما عليه إلا أن يتذكر ما تعلمه هناك في عالم المثل وبما أن التذكر عملية عقلية يعني أن الإدراك عملية عقلية لهذا قال في قوله ذلك أن المعرفة تذكر والجهل نسيان وأكيد المعرفة العقلية عنده لأننا نستعمل تأمل العقلي لكي نصل إلى المعارفة الآن سوف ننتقل إلى الحجة الثانية وهي حجة ديكارت إذن أعزائي ديكارت يرى بأن العقل هو مصدر المعرفة فالمعرفة فطرية لأن عقلنا يحتوي على مبادئ ثابتة جوهرية مشتركة بين جميع الناس فبفضل العقل نعرف الصواب من الخطأ ونميز ونصدر أحكاما أما المعرفة الحسية فهي معرفة مزيفة خاطئة فالحواس خداعة يقول ديكارت أن الذي أدرك بمحظ ما في ذهني من قوة الحكم ما كنت أحسب أني أراه بعيني إذن أعزائي أكيد سوف نشرح حجة ديكارت فديكارت يرى بأن الإدراك حكم عقلي وليس حسي يعني ليس مجرد إحساس الإدراك عنده معرفة كاملة أما الإحساس عنده معرفة ناقصة لا يمكن أن نقارن بين العقل والحواس عند ديكارت أو بين الإدراك والإحساس لأن الإدراك أقوى وأشد درجة يعتبر بأن الإحساس أو الحواس لا تقدم لنا معرفة كاملة وإنما العقل هو مصدر المعرفة الكاملة ويعتبر بأن المعرفة الفطرية يعني كل الناس لديهم مبادئ مشتركة كل الناس تستطيع أن تميز بين الخير والشر بفضل العقل حيث قدم لنا مثال حوله حينما يطل من النافذة يرى من بعيد الرجال أو الناس كأنهم أقلام لبسوا قبعات لكن رغم ذلك يحكم أنهم أناس لماذا؟ يريد أن يقول هنا رغم أن حست البصر عندي تريني بأنهم كأنهم أقلام لأنهم بعيدين يعني لا يتبين لي أنهم أناس ولكن عقلي يعرف أنهم أناس رغم ذلك يريد أن يقول لكم أن إصدار الأحكام هي عملية عقلية يعني الإدراك هي عملية عقلية أما حواسنا لا تقدم لنا معارف كاملة وإنما ناقصة وخداعة تخدعنا في كثير من الأحيان هناك عدة أمثلة قد يمكن أن تستعملها لكي تثبت بأن الحواس خداعة فمثلا حينما نرى الشمس تبدو صغيرة ولكن كبيرة وأيضا عندما نقوم بغمس العصف لما تبدو منكسرة وهذه الحادثة غير حقيقية فهذه كلها نعرفها بفضل عقلنا أما الآن أعزائي سوف ننتقل إلى حجة ألان يرى ألان بأن إدراك الأشكال حكم عقلي وليس حسي وهذا ما يؤكد بأن المعرفة لن تحدث أبدا بدون العقل وقدم لنا مثال المكعب حيث أننا لا نرى منه سوى ثلاثة وجوه تسعة أضلع لكن في الحقيقة يحتوي على ستة وجوه وإذن عشر ضلع وهذه الحقيقة تعرفون وهذه الحقيقة تعرفنا إليها بفضل عقلنا هنا ألان اشتدل بمثال المكعب يقول لكم المكعب حينما نرسمه لا نرى منه سوى ثلاثة وجوه وتسعة أضلع يعني يتبين لنا بفضل حواسنا أنه لديه ثلاثة وجوه وتسعة أضلع ولكن نحن في الحقيقة نعرف بأنه لديه ستة وجوه وإذن عشر ضلع يقول لكم هذه الحقيقة تعرفت إليها بفضل عقلي لهذا يقول لكم إدراك الأشكال حكم عقلي وليس حسي ويقول لكم أيضا المكعب يعقل ولا يحس يعني مستحيل أن ندرك الأشكال بحواسنا الآن أعزائي وصلنا إلى النقد أي إلى المناقشة فهنا يجب علينا أن نذكر نقائص الموقف الأول لكي ندخل إلى القضية الثانية أو نقيض الأطروحة إذن ولكن لا إبداع من عدم فلا يمكن للعقل أن يبني معارفه ويصدر أحكام إن لم تكن هناك حواس تقدم له إحساسات وهل الأصم يمتلك أفكاراً عن الصوت وهل الأعمى يمتلك أفكاراً عن الألوان إذا كما يقول أرسطمان فقد حاسداً فقد علماً فلا يمكن أن تكون المعرفة دون حواس وللحواس أيضاً ضع في اكتساب المعارف وعقل الإنسان فارغ من دونه يعني من دون الحواس هنا ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول لكم بأن إذا اعتمدنا فقط على العقل لن يجدي نفعاً لأن العقل وحده لا يكفي لكي تكون المعرفة فالمعرفة تحتاج إلى الحواس أيضاً لأن عمل العقل ما هو؟ عمل العقل هو ترجمة الإحساسات وتحولها إلى أفكار إلى معارف فإن لم تكن لدينا إحساسات أو يعني لم يكن لدينا حواس يعني سنفقد هذه الإحساسات وإن لم تكن لدينا إحساسات لن نكتسب أي أفكار لأن العقل يبقى فارغ ليس لديه ما يترجمه أو يفسره إذن العقل يحتاج إلى الحواس لكي تكون معرفة كاملة إذن أعزائي الآن سوف ننتقل إلى عرض نقيض الأطروحة إذن الإدراك عملية حسية فمصدر المعرفة هو الحواس يعني الإدراك عند النزع الحسية مجرد إحساس والنزع الحسية بزعامة جون لوك جون ستيوارت ميل ودافيد هيوم وأكيد استعانوا بحجة شأنها أن الحواس هي الوسيلة الأولى التي تربطنا بالعالم الخارجي بمعنى أنه لا يمكن أن نكسب أي معارف من دونها ولا توجد أفكار فطرية في العقل فجميع أفكارنا بعدية بمعنى أنها مكتسبة من التجربة الحسية فمثلا الطفل الصغير يتعلم النار تحرق عندما يلمسها يحكم بأن مذاق تفاحل أم أمور حينما يتذوقها ولهذا يقول جون لوك بأن الإنسان يولد عقله صفحة بيضاء وتكتب عليه التجربة ما تشاء يعني أن الإنسان يولد عقله فارع ويملأه بفضل ما تقدمه له إحساساته أما الحج الثاني أعزائي فستمثله في أن الحواس ضرورية لكي تحدث عملية الإدراك وهي التي تقدم للعقل المعارف لكي يترجمها وأيضا بدونها سنفقد الكثير من الأفكار مثلا الأعمال لا يملك أي فكرة عن الألوان والأصم لا يملك أي فكرة عن الأصوات هذا يقول تفديه يوم الأعمال لا يعرف شيئا عن الضوء والأصم لا يعرف شيئا عن الصوت ولهذا من فقد حاسة فقد علما الآن أعزائي سوف ننتقل إلى النقد ولكن لا يمكن الجزء بأن الحواس هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة لأنها ناقصة فبدون العقل لا يمكن أن تكون لإحساسات أي معنى ومن ناحية أخرى الحواس خدعا ولهذا يجب الحذر فلا يمكن أن نثق بها فلا بد دائما من إدخال العقل لكي تكون المعرفة كاملة إذن أعزائي الآن سوف ننتقل إلى حل المشكلة الإنسان يتكيف مع عالمه الخارجي بفضل الإحساس والإدراك معا يعني أن مصدر المعرفة هو العقل والحواس فهما متكاملا وهذا ما وضحه لانا كانت في المذهب النقدي حيث أنه لا يمكن أن تكون المعرفة دون الحواس والعقل لأن الحواس هي التي تقدم للعقل معطيات ليترجمها وأيضا العقل هو الذي يعطي المعنى للإحساسات حيث يقول كانت إن المعطيات الحسية بدون العقل جوفاء والمفاهيم العقلية بدون الحواس عمياء ولهذا في الإنسان يحتاج ليتكيف مع العالم الخارجي إلى الإحساس والإدراك معا فكلاهما ضروريان ليتكيف الإنسان مع عالمه الخارجي إذن في النهاية أشكركم على مشاهدة الفيديو وإن أعجبكم لا تبخلوا علي بالضعط على زر الإعجاب وأيضا الاشتراك في القناة والتفعيل جرس التنبيه ليصلكم أي جديد انتظروني في فيديو آخر سننجز فيه مقالة حول طبيعة الإدراك سوف نطبق معلومات التي قدمتها لكم اليوم على شكل مقالة جدلية